موسيقى نشرت الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوي موسيقى القادة الميدانيون لعملية البنيان المرصوص يعلنون السيطرة التامة على الجزة البحرية آخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط موسيقى مركز سرايا للأعلام يقول إن قوات عملية الكرامة قصفت بشكل عشوائي المحور الغربية ببغازي واشتباكات بمحوري جنفودة وبصنف المدينة موسيقى المتحدث باسم مجلس حكماء سبه يؤكد عودة الحياة إلى طبيعتها داخل المدينة والتزام مقابلتي أولاد سليمان والإكذاثفة ببنود اتفاق الودنة موسيقى اعلن القادة الميدانيون بمحاور القتال في سرط سيطرة التامة على منطقة الجزة البحرية آخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة وأوضح عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم تمكنت من تمشيط آخر المنازل التي كان يتحصن فيها عناصر التنظيم في حي الجزة البحرية وقال مصطفى إنهم سجلوا سقوط ثلاثة شهداء وسبعة عشر جريحا على الأقل في صفوفهم نتيجة أحداث اليوم انتصرت سرط وانتصرت معها الإرادة والعزيمة والتضحيات التي قدمتها عناصر البنيان المرصوص في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة دماء أكثر من سبعمائة شهيد روت أرض ليبيا وتربتها وها هي سرط اليوم تتزين بأبهى حلتها وها هو العلم الليبي يرفرف عاليا بعد أن حاول التنظيم تنكيسه سرت مرة أخرى تحت وطأة مستبد آخر أفسد الدنيا فانتهك الحرومات واستهدف المئات غدرا فجاء الرد من قبل حماة الديار وحراس الوطن في معركة دخلت شهرها السابع لتطهير المدينة من كافة أشكار الطغيان والتعسف إنها عملية البنيان المرصوص التي ورغم قلة إمكانياتها فقد تمكنت من دحر التنظيم بعدما رأى البعض أن هذه الحرب قد تأخذ مسارات متعددة فتورة حرب سرت كانت باهظة الثمن دفع خلالها رجال البنيان أرواحهم فداء للوطن مئات اليتام والأرامل والثكالة سيبكون فرحة النصر الذي طالما انتظروه علّه يواسي أحزانهم فها قد تحققت أحلام الشهداء أنقاض هذه المنازل ستبقى شاهدة على معركة ميكمداس وندوب الجروح التي أصيب بها المقاتلون ستخلد في قواميس التضحيات الوطنية ذكرى لحرب جمعت الليبيين ووحدت صفوفهم تحت البنيان المرصوص صرحة الناطق باسم غرفة طوارئ الجوية محمد جنونو بأن عدد طلعات الجوية التي نفذتها طائرات سلاح الجو الليبي على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في سرد ارتفع إلى أكثر من 2265 طلعة منذ 14 من مارس 2015 وأضاف جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طائرات الدعم الدولي نفذت منذ الأول من أغسطس من العام الجاري أكثر من 500 ضربة جوية على تمركزات عناصر التنظيم في سرد وضواحيها وأضاف جنونو في مدخلة سابقة أن دور سلاح الجو الليبي لن ينتهي لطبيعة عمله الرئيسية في ظروف الحرب والسلم قائلان إن مهمة التحالف الدولية الجوية لم تنتهي رسميا في انتظار اكتمال النصر النهائي باكتمال تمشيط المناطق وإزالة الألغام متابعة الفلول القائمة بالكامل من مدينة سرد يكون دور سلاح الجو هو متابعة هذه الفلول بالطلعات الاستطلاحية والطلعات القتالية حسب ما يقتضيه الموقف إن وجد جنوب التعامل معها كذلك بالإضافة إلى طلعات النقل الجوي سنصرح إن شاء الله رسميا في حالة أن رأينا أن الموقف اقتضى إيقاف الدعم الدولي ولا حاجة له من جهة ثانية أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن عدد الغارات التي نفذتها طائراتها فوق سيرت منذ بداية أغسطس حتى الرابع من ديسمبر الجاري إلى أربعمائة واثنتين وتسعين غارة جوية وأضافت أفريكوم عبر موقعها الرسمي أنها نفذت يوم الأحد الماضي أربع عشرة طلعة جوية على أخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الجزة البحرية وسط السيرت قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني إن أعلان تحرير السيرت من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يعتبر يوما تاريخيا وأضف الكوني في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه يجب لاحتفال بهذا اليوم مشيرا إلى أن فرحة ليبيا بي تحرير السيرت تعيد الجميع إلى حضن الوطن لأن السيرت هي المدينة الرابطة بين الأطراف حسب وصفه ورأى المحلل السياسي والعسكري عدل عبد الكافي في نشرة سابقة أن عمليات التمشيط تعد من أهم المراحل بعد انتهاء المعركة لقيام ما يعرف بتنظيم الدولة بزرع الألغام والمفخخات في المنازل والشوارع ومواقع أخرى خصوص القضاء على تواجد تنظيم الدولة في مدينة السيرت أن يكون هناك عمل لجلب معدات حقيقة لكشف الألغام والمفخخات ودعم هذه القوة وخاصة هنا أتحدث عن سلاح الهندسة أيضا العمل يجري بخصوص تقوي جهاز الاستخبارات حتى يتتبع الخلايا التي انتشرت في محيط مدينة سيرت حتى لا تقوم بعمليات إغارة ما بين الحين والآخر واستهداف الآمنين وبعض عربات الأسعاب ينضم إلينا عبر الأقمار الاستناعية من مصراطة أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصراطة محمد بن طاهر سيد بن طاهر بداية كيف تعلق على سيطرة البنيان على منطقة الجيزة البحرية منذ قليل بسأل خير لكم وبسأل خير لكل مشاهدي قناة ليبيا الأحرار أولا نترحم يا روح الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة معركة التحرير ومعركة الوطن وأدعو بالشفاء للجرحة حقيقة هذا الانتصار يعد انتصار كبير على هذه الشردمة ويسمى بتنظيم الدولة في مدينة سيرت هذا الانتصار حقيقة يعد انتصار تاريخي ويعد اشتتات لهذه المجموعات الارهابية التي كانت جاتمة على صدر الوطن مدينة سيرت بالتأكيد أن لديها بعد استراتيجي وموقع جغرافي مهم في هذا الانتصار يعد قطع لما كان يفكر فيه هذا التنظيم بإقامة عاصمة في مدينة سيرت تقطع أو صار الليبيين باعتبار موقعها زماشرنا في المنطقة الوسطى ولكن مع ذلك المعركة لم تنتهي مع هذا التنظيم والقادم اعتقد انه سوف يكون ينبغي التعامل معه بحذر ولكن زي ما اشرت انتصار بالتأكيد انه انتصار معنوي وانتصار عسكري كبير حققته قوات البنيان المرسوس في هذه المعركة التي استمرت قرابة السبعة اشهر نعم وإلى اي مدى يمكن ان ينعكس تحرير سيرت على الازمة السياسية في البلاد بالتأكيد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المقبلة سوف تشتغل على هذا الملف بقوة لانه كانت داعمة لهذه المعركة وهذه القوة تتبع بشكل رئيسي المجلس الرئاسي سوف يستمر هذا الانتصار داخليا وخارجيا وهذا المأمون منه ان يشتغل عليه بكسب هذا الانتصار باعتباره انه انتصار كبير حقيقة ضد هذه المجموعات وزي ما اشرت حتى في مداخلات سابقة ان هذه الحرب ليست حرب الليبيين فقط بل هي جزء من الحرب الدولية على الارهاب فينبغي عن المجلس الرئاسي ان يستمر هذا الانتصار وان يشتغل على هذا الانتصار بالضغط داخليا وخارجيا لكسب الرهان في المعارك السياسية القادمة طيب كيف سيغير هذا الانتصار النظر لقوات البنيان المرسوس كقوات وطنية وغير مناطقية ويمكن ان تكون نواة لجيش وطني هذه النقطة التي يعول عليها هنا وناشد عبر قناتكم قوات البنيان المرسوس ان تتحول بالفعل الى قوات جيش نظامي فنحن مقبلون على مرحلة قادمة مرحلة يتعامل فيها المجتمع الليبي والشعب الليبي مع المجتمع الدولي بقوات نظامية فينبغي هنا التحول بشكل فعلي الى قوات نظامية لان هذه القوات اثبتت جدارتها بشكل فعلي في انتصارها في هذه المعركة التي زي ما شرط استمرت لمدة سبعة اشهر فينبغي هنا التحول الى النقطة القادمة هي نقطة الجيش النظامي والتحول بشكل فعلي الى هذه القوات العسكرية طيب ما هي الخطوات في هذا السياق التي على البنيان المرسوس او قوات البنيان المرسوس اتباعها لاعادة بناء سرط امنيا بالخصوص ويعني المحافظة او ضمان المحافظة على الامن فيها بالتأكيد ينبغي على غرفة البنيان المرسوس حاليا ان تفكر فيما بعد سرط ينبغي ان تم العمل على اقفال مدينة سرط بالكامل وعدم الدخول الا من قبل هذه القوات وعدم السماح للأهالي بالرجوع في هذه الفترة لاننا نعلم ان مزالة مدينة سرط ستقضع تمشيطات عسكرية للقضاء على بعض الجيوب وبعض الالغام المزروعة هنا وهناك ايضا ينبغي الاشتغال من الان على تنظيم قوات البنيان المرسوس على القوات المساندة الذي يريد ان يدخل الجيش يتفضل والذي لا يريد ان يدخل لفل يرجع الى مكان الذي اتى منه وينبغي هنا على الغرفة الامنية ايضا القطع الطريقة امام اي من القوات الاخرى التي تحاول ان تسيطر على مدينة سرط وينبغي ان تكون سيطرة لقوات البنيان المرسوس حاليا على مدينة سرط والتقديد زي ما اشرت في المرحلة المقبلة تحويل هذه القوات لقوات اساسية وقوات تتبع الجيش الليبي بالشكل فعل هي حني تتبع الجيش الليبي ولكن الذي نعود عليه هو التحول الفعلي الى قوات جيش ليبيا طيب سياسيا ما هو القرار الذي يجب ان يصدر الآن سيد بن طاهر لم لمت سرط من جهة وايضا يعني ايجد حل الازمة السياسية الرهنة في البلاد او لم لمت هذه الازمة ايضا القرار القرار السياسي هو قرار الاتفاق نحن نعلم ان هناك القسام سياسي واضح في الشرق وفي الغرب بمقسمة فعليا على نفسها الآن حاليا ينبغي صدوق قرار سياسي وإيرادة سياسية بالأحرى للملمة هذا الاتفاق ولملمة هذا الانقسام ومحاولة خلق اتفاق سياسي هو التنازل من قبل كل الاطراف للوطن هنا ينبغي عدم تمسك ببعض الأشياء التي عفى عليها الزمن أو تمسك ببعض المواقف التي تعدينها الآن حاليا نحن الآن في معركة وطنية نحن الآن في معركة البناء ينبغي لكل أطراف هنا الجلوس على الطاولة من جديد وينبغي النظر في الاشكاليات التي تقع ما بينهم هنا ينبغي هنا تكوين جيش واحد وينبغي هنا تكوين سلطة سياسية واحدة وينبغي النظر من قبل البرنامان السياسي البرنامان للليبي إلى عملية منح التقالي لحكومة وفاق مقبلة طبعا بعدما تقع بعض التغييرات التي عليها مراحضات على بعض الأشخاص أو بعض الأليات أو بعض الأجهزة في هذه الحكومات المقبلة القرار السياسي هنا يصدع عن إرادة سياسية وطنية حقيقية هذه التي نعول عليها في المرحلة القادمة نعم أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصراط محمد بن طهر شكرا لك موسيقى قال مركز السرايا للإعلامين قوات عملية الكرامة قصفت بشكل عشوائي المحور الغربي مستخدمة سوريخ الكاتيوشا وأوضح تنافذة الإعلامية لمجلس شورى ثوار بنغازي أن طيران الحربية التابع لقوات الكرامة شن عدة غارات جوية استهدفت منطقة بوسنيب مذيفان أن قوات الشورى قامت بعملية التفاف على مجموعة من قوات الكرامة في محور الحضيرة الجمركية وصفت العملية بالناجحة يشار إلى أن الاشتباكات كانت قد تجددت يوم أمس بين قوات الكرامة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي في المحور الغربي للمدينة من جهته قال نطق باسم القوات الخاصة الصاعقة ميلودا زوي إن محور جنفودا وبوسنيب يشهدان اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم وأوضح زويب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم استهدفت منطقة جنفودا بالمدفعية الثقيلة لافتان إلى أن أحد عناصرهم غصيبة خلال هذه الاشتباكات كما أضف الناطق باسم القوات الخاصة أن عملية الكرامة حققت يوم أمس تقدما في بعض المناطق الغربية وفق قوله قال المتحدث باسم مجلس حكماء السباح سنر جيج إن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل المدينة وفادر جيج لقناة ليبيا لكل الأحرار بأن قبلتها ولد سليمان ولكذاذفا التزمت بكامل البنود الموقع عليها في اتفاق الهدنة مؤكدا عدم وجود أي خروقات للاتفاق وأشار المتحدث باسم مجلس حكماء سبها إلى أن معظم الطرق المغلقة بالمدينة فتحت كما أن المؤسسات التي أقفلت أبوابها بسبب التطورات الأخيرة استأنفت نشاطها وقد توصل وفد من قبائل برغا وورفلة وبني وليد وحكم إيسوق الجمعة وترهونة ووفد الزنتان وأعيان الجفرة والمنطقة الوسطى ووفد قبائل ومكونات المنطقة الجنوبية توصل إلى اتفاق بين قبيلتي أولد سليمان ولكذاذفا ينص على نزع الغطاء الاجتماعي عن كل من يتسبب في تقويذ الأمن وعدم القابض على الهوية وإخلاء المؤسسات العامة من المظاهر المسلحة ينص هذا الاتفاق على الآتي أولا الالتزام بما تم التوقيع عليه في محظر الاتفاق الثاني الموقع بين الطرفين بتاريخ 25 11 2016 والذي نص على وقف اطلاق النار وتسليم المواقع التي تم التمركز فيها في الأحداث الأخيرة والتعاهد بعدم الرجوع إليها ثانيا في حالة حدوث أي عمل عدائي أو فعل جنائي من قبل أي فرد من الطرفين يتم حصل القضية في الجاني في غضون ذلك أصدرت لجنة فضي نزاع بين قبيلتين أولاد سليمان والإجذات فبيانا بشأن توقيع على مثاق تعايش السلمي بين القبيلتين واعتبرته ركيزة صلبة لتأسيس سلح شامل بين القبيلتين تم التوصل إلى أعلان وثيقة الوفاق والتعايش السلمي بين القبيلتين وتعتبر هذه الوثيقة ركيزة صلبة يبنى عليها صلح شامل في أقرب وقت عليه فإن الالتزام ببنودها وكل ما جاء فيها وما يترتب عليه واجب ديني استنادا لقوله تعالى وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا والتزام وواجب إخلاقي لأن قيمنا الاجتماعية تفرض علينا الترفع عن الصغير وعدم الركون لأهل الفتن وتنص وثيقة التعايش السلمي الموقعة بين القبيلتين على وقف إطلاق النار بصورة نهائية وفتح الشوارع المغلقة وإزالة السواتر الترابية إضافة إلى كشف السيارات المعتمة ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجيين على القانون بعد توقيع وثيقة التفاهم والتعايش السلمي بين قبيلتين أولاد سلمان والكذافة التي تنص على وقف إطلاق النار وفتح الشوارع وإزالة السواتر الترابية بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة سبهة وثيقة التفاهم والتعايش السلمي التي نصت على تعهد الطرفين باحترام الاتفاق لاقد ترحيبا من المواطنين في سبهة الذين طالبوا بتحكيم العقل وحقم الدماء من أجل الإصلاح داعين إلى عدم خرق الاتفاق حتى يعم السلام المدينة الوضع في سبهة الوقت الحالي بعد هذه الفترة الرائل التي مرنا بها صراحة كانت فترة عصيبة شوية ولكن الحمد لله في الوقت الحالي الأمور على ما يرام ولكن انتمنى انتمنى أن تكون هذه أخر لحزان وانتمنى أن الأمر يرجع إلى سبق أهده ألفة ومحبة ما بين الجميع وثيقة التعايش اعتبرها المواطنون ركيزة صلبة لتأسيس صلح شامل بين القبيلتين وقد عملت قبائل برغ وورفلا وبنيوليد وحكمه سوق الجمعة وترهون والزنتان وأعيان الجفر والمنطقتين الوسطى والجنوبية على التوصل إلى هذا الاتفاق عادة الحياة دب من جديد في مدينة سابها شوية شوية وانتمنى بإذن الله تعالى أن يستمر الوضع هذا وانتمنى أن الهدنة تثبت ويحقن الله الدم وان شاء الله ربي ينعم بالأمن والأمان على ليبيا بشكل عام وسبها بشكل خاص ان شاء الله الاتفاق بين أولاد سلمان والإذاذ فضم 12 مادة منها رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يتسبب في تقويض الأمن في سبها وعدم القبض على الهوية وإخلاء المؤسسات العامة من المظاهر المسلحة وبرغم تحسن الأوضاع الأمنية في مدينة سبها واستعادة النسق الطبيعي إلا أن المواطنين أبدوا تخوفهم من خرق الاتفاق نظرا لغياب الأجهزة الأمنية معولين في ذلك على أبناء المدينة في المحافظة على النسيج الاجتماعي نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل قوات البحرية الليبية تعلن انتشال خمس جثث لمهاجرين غير نظاميين على شواتي منطقة تجورة القادة الميدانيون لعملية البنيان المرسوس يعلنون سيطرة تامة على الجزة البحرية أخر معاقل ما يعرف تنظيم الدولة في مدينة سرد مركز سرايا للأعلام يقول ان قوات عملية الكرامة قصفت بشكل عشوائي المحور الغربي ببنغربي واشتباكات بمحوري جنفودة وبصنيف المدينة المتحدث باسم مجلسي حكمي سبه يؤكيد عودة الحياة إلى طبيعتها داخل المدينة والتزام قبيلتي أولد السليمان وليك ذاتفة ببنود اتفاقين هنا أعلنت القوات الخاصة البحرية انتشال خمس جثث لمهاجرين غير نظامين أمس الاثنين قذفا بهم البحر على الشاطئ في منطقة تجورة شرقية العاصمة وأوضحت القوات الخاصة البحرية أنه جرى الاتصال بالهلال الأحمر الذي وضع الجثث في أكياس بلاستيكية خاصة دون استكمال إجراءات الدفن لعدم وجود أمر من النيابة بالخصوص وأضافت القوات الخاصة البحرية أن الجثث ما زالت في حوزتها مشيرة إلى أن القوات الخاصة لا تملك الإمكانية اللازمة لحفظ هذه الجثث أنقذ حرس سواحل الإيطالي أكثر من 1300 مهاجر غير نظامي كما انتشل 16 جثث في البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين وأضح حرس سواحل الإيطاليين أحد السفن تابع له انتشلت 11 جثث في أحد المراكب بالبحر في حين عثرت سفينة تجارية على ثلاث جثث في مركب آخر وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن 4700 شخص قتلوا أو فقدوا أثناء عبورهم البحر المتوسط أعلن مركز بنغازيا طبي عودة مرضى الأورام إلى البرج الثالث والسادس بالمركز وذلك بعد توقف البرجيين عن العمل نتيجة استهدافهم بقذائف صاروخية ونقل مركز بنغازيا طبي عن المتحدث باسم إدارة تمريض أصيل الفيتوري قوله إن العمل جار لاستكمال قسم الأورام لافتان لأنه سيتم نقل 22 مريض إلى القسم وأشار الفيتوري لأن وحدة الأورام بمركز بنغازيا طبي تعمل على تغطية المنطقتين الجنوبية والشرقية وفق قوله إلى تذكير بهم العنوين القادة الميدانيون لعملية البنيان المرسوس يعلنون سيطرة تامة على الجزة البحرية آخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرد مركز السرايا للأعلام يقول نغوات عملية الكرامة قصفت بشكل عشوائي المحور الغربي ببنغازي واشتباكات بمحور يغنفود وبصيف المدينة المتحدث باسم مجلس حكمي سبه يؤكد عودة الحياة إلى طبيعتها داخل المدينة والتزام مقابلتي أولد سليمان والإكذاث فابي بوند انتفاق بهدنة للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب شكراً على حسن المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر